الحاجة بدت ملحة في مراقبة أسعار المواد الغذائية ولسيما في الظروف الراهنة فتارة أزمة مالية وأخرى صحية وثالثة اقتصادية جميعها ألقت بظلالها على واقع المواطنين المعيشي ومن أجل السيطرة على انسيابية السوق تؤكد وزارة الداخلية على نشر مفارزها لمراقبة الأسعار فبعد عام 2003 تحول العراق إلى سوق مفتوحة بسبب غياب الخطط الناجعة من قبل وزارتي التجارة والزراعة في فرض تسعرة ثابتة على أسعار تلك المواد هذا الموضوع مخالفة صريحة للقانون العراقي تقوم مفارز وزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية بمتابعة هكذا حالات وضبطها الفترة الماضية تم ضبط عدة حالات عن هذا الموضوع أما نتيجة استغلال ظروف وباء كورونا من قبل البعض أو من خلال مختلف الظروف التي تحصل فتح الاستيراد والطلب بشكل منظم وللحاجة الملحة يراه خبراء اقتصاديون يسهم في السيطرة على أسعار السوق ولا يشعر المواطن بتذبذبها فيما يتطلب الواقع اليوم بحسب متخصصين رسم رؤى فاعلة من قبل وزارة التجارة للحد من عمليات الاحتكار داخل الأسواق بإمكان وزارة التجارة أن تستثمر وجود عدد كبير من الآليات لديها في نقل الإنتاج الزراعي من الفلاح إلى المستهلك وكسر احتكار الأسعار خاصة أن الكثير من التجار استثمروا شهر رمضان غياب مفردات البطاقة التموينية لمدد زمنية متباعدة والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وانعدام اجراءات الجهات المعنية في إيجاد الحلول زاد من معاناة المواطنين التي باتت تكثر يوما بعد آخر ولسيما أن البلاد تمر بأزمات مالية خانقة ولا يقوى المواطن على تحمل أعبائها من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية